من الجبال قدموا لإنهاء الفساد انطلت اللعبة وامتد الحبل طويلاً ليلتف حول أعناق اليمنيين غير أن ما هو لافت اليوم بعد ثلاث سنوات حرب هو اعتراف سفير أمريكا لدى اليمن ماثيو تولر بموقفه من الانقلاب حين قال إنه كان على وشك منح الحوثيين اعترافاً بالثقة عقب دخولهم صنعاء لكونهم يريدون محاربة النخبة الفاسدة في اليمن غير أن العرفان لم يكتمل فقد اتضح للسفير بحسب زعمه أن الحوثيين أصبحوا أسوأ من النخبة الفاسدة التي زعموا أنهم يريدون محاربتها عندما دخلوا صنعاء عام 2014 لم تقتصر المشكلة على اليمنيين وحدهم إذ كانت واشنطن كغيرها من الدول الإقليمية والدولية داخلة في حلبة الصراع المر الذي ذاقه اليمنيون طيلة ثلاث سنوات الاعترافات المتأخرة لسفير واشنطن لدى اليمن جاءت في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط في الرياض وأوضح خلالها أيضاً أنه لم يشعر ولول لحظة واحدة بالندم على موقفه الداعم للميليشيا وإسقاط الدولة اليمنية بل راح يوزع اتهامات الفساد للشرعية في المناطق المحررة وهو يعلم أن الشرعية ليست هي صاحبة القرار فيها بوجود الإمارات والفصائل التابعة لها السفير الذي كان على وشك الاعتراف بالحوثيين لم يخفي مخاوفه أيضاً من مغبة تحول المشروع الإيراني الذي يمثله الحوثيون إلى نسخة أخرى من تنظيم القاعدة الإرهابي على غرار ما حدث في أفغانستان ويضيف فشعاراتهم هي الموت وأفكار القتل باسم الدين تتطابق في هذه الحالة تلك إذن رؤية جديدة لكنها في حقيقة الأمر لا تتناسب والموقف الأمريكي تجاه ميليشيا الحوثي فما زالت اليد الأمريكية هي الطولة في رسم قواعد اللعبة وحدود السيطرة في المأساة اليمنية وما زالت ترى في الحوثي فاعلاً لا يجب خروجه من المشهد اليمني اعتراف يحمل أمريكا والمجتمع الدولي جزءاً من المأساة اليمنية خصوصاً مع إصرار بعض الأطراف الدولية على الحيلولة دون استكمال تحرير بقية المدن اليمنية كمحافظة الحديدة والعاصمة صنعاء علاقة ملتبسة بين الحوثي وممثل واشنطن في اليمن سبق وأن لخصها السفير الأمريكي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين حين قال إن شعارات الموت لأمريكا لا تستهدف في حقيقة الأمر غير جمهور الحوثي وأتباعه فيما يعمل عدد من قيادات الميليشيا ورموزها كمخبرين لدى سفارة واشنطن وفروعها الاستخباراتية